هذا ووجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالاهتمام بأعمال تطوير مطار برج العرب والترويج لمطار العالمين الجديدة وخلال اللقاء مع وزير الطيران المدنية سامح الحفني لبحث عدد من ملفات العمل أكد الحفني تعزيز شركات الاستراتيجية لجزم مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطع الطيران المدنية من خلال إنشاء مناطق استثمارية حول المطارات المصرية كما أكد أن الوزارة تستهدف الوصول بالطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية إلى 72.2 مليون راكب سنوياً بنهاية عام 2025 مقارنة ب66.27 مليون راكب في ديسمبر 2023